والبقى كله. وهل في لعيبة فعلا رفض اتلعب بعض الامبارات معك? اه ما بيفوضوا بيستو بسياسة شوي. بالسياسة? اه ان انا معلش اخبت ان انا رجلي واجعاني. اه اه اه. تكشف ممكن ما فيش عاجة اه. كشفنا ما فيش عاجة. اه. اه. كده في هي دي بقى اللي ولها عليها في الظروف صعبة. ودولكم بيعملوا كده بسبب مستحقات ولا بسبب الضغط الجديد? لا اتبقى كان في ضغط عليهم كبير بعد ماتش بوليزداد. اه. 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 وما قدروش يعني يعني يخش يعني. لعيب اللي ما اقدرش يستحمل الضغط ده ينفع يلعب في الزمالك? لا. 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 اه. واللعيب اللي اختار ماتشات ما ينفعش يلعب في الزمالك. يختار ماتشات? طبعا. ما انا حصل كده في ماتش المصري. اه. في لعيب منهم اه ما لعيبش البنك. اه. ما لعيبش المريخ. اه. قال لي انا مصاب. وجيه السبت الحد الاتنين ماشي ناصر الثلاثة. اه. عايز يخش ماتش. فانا فانا رفضت. رفضت تدخل ماتش المصري. بعد كده. بعد كده جاء عليك اللوم. جاء عليب اللي بعد ماتش عطول هو اكلم المتشار تريبا. قال له انا جاهز وسليم. اه. كلم برضو ممكن حد في الجهاز. قال له اه ده كان جاهز سليم. اه. بس ما اتقلش. اه. ما اتقلش. ما اتقلش اه. اه. هو كان سليم برضو ماتش المريخ كان سليم برضو ماتش البنك ليه ما تقلش؟